مرحبا بكم في الشاني اليوم ارجعت لكم في فيديو لكي يكون اول ديكار من غير ما نطول عليكم نريكم شريت انا هبطت الكرفور بغياد غيفيان وكل شي لقيت حاجة حلوين عجبوني شريتها هاني بش نريها ملكم لانتو ما تاخدو ايدي انا قمانسة لاتس جو اول حاجة انا خديتها من كرفور اللي هي بالحق انك لقيتها قعدت بلوقت خديتها اللي هي هذي فولا تاتا في البلان ملقيتش في النوار حبيتني خزوز في النوار ما ملقيتش خديت كعبة بركة في البلان هذي رقيتها في البلاثة ويني حطوا كل الفازات متع الجنينة دونك ترقاوها على اليمين اول ما تدورو الغيان هذي كترقاوها على اليمين موجودة هذي خديتها بسبعتاشنالف وثمانيامية فيها اون بوجي ليد هوني تحط فيها دي بيل وكل شي تولي تجعل عجبتني بلون مزينا على الاخر بسبعتاشنالف ويش بقولو ثمانتاشنالف مايش غالية عجبتني خذيتها كيفاش نحطها الحاجة الثانية اللي خذيتها وعجبتني في كرفور اللي هي السحين هذي سحن تخانس باران فيها كفان زيت من هوني هذي خذيته بخمسة الاف وستمائة اعجبني قلت نحط فيه خمزة غطوف الغذيان هذي قلتم بعض النجر من خليه معناها نحط فيه مي بخفن ولا من عرش حسين هذي خذيتها خذيت معا حاجة عجبتني على الاخر اللي هو ما لسحنا هذو مصغيرونين قلت للغاتو خذيت اصناشنصحن هكا حصيلو صحن بسطاشنمية وليه خمستاشمية وشوية ثارف خذيت اصناشنصحن قلت على الاقل يقعد لي سيرفيس بغاتو ولا فازا هكا البونبونيغ هذي هذي خذيته في كرفور فما منها اصغر منها فما منها الكبيرة انا خذيت الكبيرة اختي خذيت الصغيرون هذي اخذيتها بسمنتاش سمنتاش يظهر لي ولا اكثر نسيت زيعتها تكاية معناها اما انتم كاريتوا منها قولوا لي اللي بخي خطئينها لحقيقة نسيت موكو فولا فولا عجبتني على الاخر البونبونيغ هذي لحقيقة راني مزيت ما نعرش نوبش نحط فيها ماء كان حتيت فيها حاجة اطوان وريها لكم كرفور زيدة اخذت هذي الكبيرة هذي اصغيرون هذي اه هذي اه اغجن انا كما تعرفون ينحب يسر الاخجن اخذتها الاخجن اعليش اخذتها قولت بالكش نزيانها ولا حاجة هذي اخذتها هذي اخذتها هذي مستوى هذي اخذتها منذ يتجنون نسيت حقيقة الزائدة نلقى البوجيلاد هذو ما نلقى ب 10.900 حسين لحدش نلف هذو ما نتفكرهم خطر حبيتني خزوز ممالغوز ما ملقيتش لقيت هذي الكعبة الاخرانية حسينو خذيتها عشبتني يشعلون بمزلت ما حتيتش فيهم لبيلك المدورين ونشعلهم نشعلهم لكم هذا الكرفور زيدة استحين اكيد رأكم ريتوا منه هذي حسينو زيدة بحدش ولا هيا اصنع هذي اخذيت وقتها بريود الغيبان معناه ذي ما كرن نشريتهم في الغيبان قلت وقتها نحطو في كنتلمو معناها وكل شي نحط في الفخوي السيك وحبس هكذا اووال هكا محليه عجبني على الاخر ديغ احنا حتينا في الفخوي وكل شي وكذلك احبتني على الاخر وليس مزيان ورزين انا احب التوزكييه فخوي السيكي اووال نلقى الصندية هذه المزيانين اخذت زوز اخذت انا زوز او اختي زوز اوه 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 اخذت انا زوز محليه الدزاين معجبني و اختي اخذت زوز لدارها اخذت حاشتين بالحق عجبوني على الاخر على الاخر على الاخر ملقيتش برشة الوين و ملقيتش برشة شواء اكيد اكيد راكم شوفتم منهم اخذت البال هذية و اخذت الكاس هذية انتع القهوة حصلوا الواحد فيهم 2900 اقول له 3000 كما تعرفوه اخذتها في البلان كاسي ناكريها ملقيت على الاخر اعجبني قلت ان اخذوه ماذا ما لفتور الصباح اعجبوني على الاخر هذو ما حصلوا اكثر حاشتين اعجبوني في كارفور و جريد 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 اخذت منها اخذت اخذت الكاس هذية التحفول ملقيت هذية اخذتوا لي يسرى صاحبتي في الغذيان اخذتها في الكاس اخذت الى كارفور اخذت محلية اخذتها اخذتها لان اخذت اخذت اخذتها كنت اخذت اخذتها 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 اراه اخذتها اخذ وتشاهري اخذتها اخذتها شكرا